عايزين حضرتك يعني حل المشكلة في صالح جمعة برضك حضرتك صالح جمعة خص يا جماعة شكرا يا سيد رأفة السيد رأفة والسيد محمد خالد صالح جمعة أو أي لعب في النادي الأهلي قراره في إيده هو بالظبط كده أنت إني خيارتك فاختار عايز تكمل في النادي الأهلي وتعمل كل المجد وكل المكانة وكل الخيمة الكبيرة خصوصا اللعب المرهوب بالذات اللعب اللي عنده موهبة فعلا القرار فيه دك أنت مش فيه أي حد تاني وأي حاجة عايزة تضحيات عمر ما يعني أنت الالتزام والانضباط في النادي الأهلي أنا أذكر يعني مقولة جيدة للمهند سعاد للقياعي النادي الأهلي مش سهل على أي لعب الأهلي ممكن يبقى دمه تقيل على اللاعب اللي عايز ياخد الحياة بالنسبة له فرفشة اللي ما عندهش قدر من الجدية في التعامل مع موهبته اللي ما عندهش رغبة في الطموح الكبير أنه يقدر يبقى حاجة كبيرة لو ساب نفسه لأهواءه لأنه عايز يمارس حياة النجومية وعايز يعيشها لا فيها دوابط وكل حاجة لها أكيد تمن الله هو في نجاح بدون تمن فبالتالي الكلام مش لصلاح بس أي لعب صغير أو كبير عايز تنجح والله عندك نمازج كتيرة قوي قدامك يعني واحد صديقي من رجال العمال الجامدين قوي فبيقول لي تفتكر يا عدل إن إحنا بنعيش إحنا مش بنعيش إحنا مش مستمتعين بالصروات اللي بنعملها إحنا بنشتغل 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 عشان نفضل ننجح 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 صحيح النجاح له تمن غيرك بيستمتع وما بيشتغلش خالص وعلى قاوي ويلعب دم انا ويشرب شي إحنا لسه كنت بقول ولسن على الباقي أيو هو التوازن في كل شيء حلو إنت الراجل النهاردة حتتشهر أيوة حتتشهر طيب نفسك تتمتع بميزات الشهرة بقى وتدلع نفسك هي عشر را اتنشر سنة بتلعبه بقى لعبهم كويس وساعة ما تبطل اعمل اللي انت عايزه إنما عايز ده مع ده مش هتمشي عمره ما هتمشي عشان كده يعني أتمنى أتمنى أنه الكلام مش لصالح بس لكل لعب موهوب ولكل لعب في النادي الأهلي أو كل لعب في أي مكان عنده جمهور قد يكون شايفينه جمهور مرتبط باللعيبة قد إيه عايز الناس تبقى فعلا في أحسن حالة خدمة النادي وخدمة الفريق فاللعب اللي ما عندهش هذا القدر من تحمل المسئولية هو اللي حيخسر أكب من لعب موهوب ما حافظش على موهبته وما قدرش يتاسق مع النظام بتاع النادي الأهلي وضوابط النادي الأهلي وفشل وخرج برا السيرب ومشي وانتهى وشوفوا دلوقتي كل واحد شغال إيه وفي ناس ممكن تكون حتى موهبتها كانت قليلة شوية بس شخصيتها كانت نتجة قدراتها على الالتزام كانت موجودة رغبته في النجاح كانت ملموسة وبالتالي نجح وعمل اسم كبير وعمل نجومية وعمل شعبية وعمل حاجات كبيرة دي أجيال كتيرة ما ناخد محمد صلاح ليس اللاعب صاحب اللمسة المزدعة أو الجميلة وفي لعبة تانية يمتعوك في الكرة أكتر لكن ده راجل زي الوحش يتطور 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 لأنه عارف قدراته وعايز ياخد منها أقصى حاجة فطبعا الملتزم وعنده قدر من المهارة يعرف يعظفها لصالح نفسه لصالح الفريق هو ده اللي بينجح شكرا